موسيقى من عرب الكلافات طبع مركز الفتح شاركت في مشروع تمكين واقتصاد مع أستاذ محمد يوسف وهو أكلمنا عن حاجات كتيرة مثل المنتج والخدمة نزاي نفرق بينهم يعني عن أي مشروع يمكن نزاي نديره ونزاي نعمله يعني المجال ده أنا من زمان من ساد ما طلعت من الدبلوم ونا نفسي فيه بس يعني مش لاجي أكون أنت حاجة تساعدني إن أنا أعمله يعني فلما أستاذ محمد جاف وجاف تمكين اقتصادي اشتركت فيه واكترح علينا مشاريع كتيرة وحاجات كتيرة ورها لنا ودخل الفكرة تاني في مخ يعني من الأول كقرى معظم ناس ما فيش وظايف ما فيش طبعا من نسبة الوظايفة غير يدوبك يروح للغير يروح الزرعة فطبعا كل دي وسائل ما بيدخلش داخل السابت ده كل حاجات موسمية وثانوية ما تدفعش تكون دخل لأي أسرة فكله بيكون محتاج لها دخل تاني متحمسة فعلا بس أنا نفسها أعمل مشروع كبيرة بحيس إن يدخل عليها دخل منه مشروع جميل جدا والناس بيجد فيه بيحب أكتر والناس شاركة فيه كتير طبعا لما نشوف الناس وهي حضرة في أول احتفالية ونشوف الناس في الاحتفالية الأخيرة نشوف قد إيه فعلا حصل تغير للناس في سلكياتها قد إيه إزاي إنه هما بينقشوا وإزاي قادرين بيتكلموا بيحوروا معانا وأذين وهم حفظين تقريبا كل الرسائل قدروا ياخدوها طوال مدة المشروع أي ستة مبسوطة جدا من المشروع ده إنها متتعلم أي حرفة أي حاجة تدخل بها دخل تساعد جوزها في البيت وتنمي نفسها في البيت وتساعد بها أطفالها أنا أحساس إن أنا تعلمت حاجات كتيرة وفهمت برضا كيف يعني نعمل الحياة دي وتعتمد عن نفسك وتزايد دخل دخل عليك في البيت وتساعد جوزي يعني في الحياة دي اشتركوا في القناة